في خبر صادم هز الجزائر اليوم تم العطور على جثة شاب مدبوح بطريق شرق غرب المحادي لحي سبع رقود بولاية الطارف حسب ما ذكرته مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت مصادر أن الجتة تعود لشخص يدعى حريات سهيب وهو ضابط متخرج مؤخرا وينحدر من بلدية عين الكرمة وتضيف المصادر أنه هناك أنباء عن وجود شخص آخر مدبوح وجد بالقرب منه هذا وقدم عدد من أصدقاء الراحل حريات سهيب واجب العزائل الراحل من خلال خساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت الواقع حالة صدمة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما أصدقائه ومعارفه الذين لم يتقبلوا الخبر الحزين لا ترجمة نانسي قنقر